بسم الله الرحمن الرحيم جسد أعلان الكويت هدف منظمة التعاون الإسلامي وتطلعاتها حيث تناول بالتشخيص المخاطرة والتحديات التي تعصف بالفضاء الإسلامي المشترك فقد جاء هذا الإعلان معبراً عما يعتري الدول الإسلامية جبعاً من قلق تجاه العديد من الأوضاع وضرورة التعاطي معها بما يحقق أمنى واستقرار شعوبها كما أكد مجلس وزراء خارجية الدول الإعضاء في منظمة التعاون الإسلامية لالتزام بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خير الشعوب الإسلامية وتأمين مصالحها المشتركة في توقيت دقيق وحرج تواجه فيه الأمة الإسلامية شرط التطرف والإرهاب والطائفية وتتعرض فيه دول عدة لمخاطر التقسيم ووسط تحديات وظروف سياسية وأمنية بالغة الدقة يواجهها العالم بشكل عام ومحيطنا الإسلامي بشكل خاص جاء أعلان الكويت في اختتام أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الإعضاء ليؤكد آل كل السبل الكفيلة لوضع استراتيجية مشتركة بين الدول الإسلامية لمواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرف وما يترتب على ذلك من زعزعة لأمن واستقرار العالم الإسلامي وتدهور لاقتصاده إشادات أعالمية ودولية بإصدار أعلان الكويت الذي حدد أهداف منظمة التعاون الإسلامي وتطلعاتها وأهم التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية كما عبر الإعلان عن القلق إزاء الأوضاع السائدة في المنطقة الإسلامية وضرورة التعاطي معها بما يحقق ما تصب إليه دول العالم الإسلامي من استقرار وأمن الإعلان تناول أهم الأحداث في المنطقة وسبلا معالجتها مثل الحرب في سوريا واليمن وتطورات الأوضاع في ليبيا كما تناول موضوع الإرهاب وضرورة مواجهته كما حفل إعلان الكويت بالعديد من القضايا التي تهم الدول والشعوب الإسلامية ومنها الدعم الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفي الشأن العراقي أكد الوزراء متابعتهم لتطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي لتقويد أمنه واستقراره كما رحب الإعلان بالاتفاق الإطاري الذي تم بين مجموعة خمسة زائد واحد وإيران وأعربوا عن أملهم في استكماله من خلال إجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر يونيو المقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صبح خالد الحمد الصباح أشاد بإعلان الكويت وقال إنه جسد أهداف منظمة التعاون الإسلامي وتطلعاتها وأضاف الشيخ صبح الخالد في المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني أن هذا الأعلان جاء معبراً عما يعترين جميعاً من قلق تجاه تلك الأوضاع التي تشهدها الدول الأعضاء في المنظمة وضرورة التعاطي معها بما يحقق ما تصب إليه من أجل أمن واستقرار شعوب المنظمة موضحاً أن برنامج عمل الدورة تناول العديد من المحاور الهامة كالتحديات المتفاقمة التي فرضها الإرهاب الدولي وما يعانيه العالم الإسلامي من إرهاب بغيضاً اتخذ من الدين الإسلامي الحنيف قناعاً مشوهاً للصورة الحقيقية لهذا الدين الذي يدعو إلى التسامح والاعتدال ومن جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني أن كلمة حضرة صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كانت مدخلاً هاماً استرشدت به أعمال الدورة مشيراً إلى أن الاجتماع تناول العديد من القضايا التي تشغل الدول الأعضاء ذات البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني وعلى رأس تلك القضايا قضية القدس التي أنشأت المنظمة من أجلها